تونس تونس يد وحدة وصل صوتك وبدأنا بسيد حكيم بن حمودة وزير المالية السابق كان وزير المالية في حكومة مهدي جمعة مرحبا سيد حكيم عايشك شكرا مباكرا ورحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي شكرا على قبول الدعوة مصطلحات ومفاهيم اقتصادية تطرح في هذه المرحلة افكار حول حالة طوارئ اقتصادية حول ما سمي ربما تونس اليوم لابد ان يكون عندها اقتصاد حرب حكومة حرب اقتصاد حرب هذه كلمات تتكرر في هذه المرحلة من محللين من رجال اقتصاد وغيرها هل تونس في حاجة الى اقتصاد حرب حكيم بن حمودة شكرا ساعد دعوة احمد بكر اعتقد كما قلت انتي معناها المسألة هامة ومسألة يعني وضع صعب التحديات الارهابية يعني الاخترنا بتاعها كما شفنا في ضربة او في الهجوم الفاشل على فرصة هذه باش نحييوز اذا كيف كيف يعني القوى الامنية بتاعنا والجيش يعني على التصدي وان كان أنا بصراحة ممكن نرجعول لم اكن متفاجئ يعني بقوة الرد متاع القوى الامنية متاعنا وان كنت لست خبيرا في المسألة الامنية واعتقد انه الطاقة متاع القوات متاعنا باعتبار العمل الكبير يعني في شراء اسلحة وفي شراء معدات يعني للانطلق من 2013 و2014 و2015 ماشي بشي تواصل والقوات الرد متاع القوى متاعنا ماشي يعني تتطور وهذا ما ممكن بشي يعاون في حماية بلادنا يعني من الخطر الارهابي كما قلت يعني تحدي هذا تحدي الارهابي تحدي كبير وتحدي هام في تقديري وعندون عكاسات الاقتصادية عندون عكاسات باعتبار بش تكون عندون عكاسات يعني من ناحية انه بشي يواصل ويطول في حالة التريث وحالة الانتظار اللي عرفها الاستثمار الخارجي والداخلي لكن زاد عندون عكاسات الاقتصادية باعتبار انه لابد ان نتعطى معه بشراء معدات بشراء اسلحة اذا هذا تحدي جديد وهام وخطير وينضاف الى جملة التحديات الاخرى اللي من ضمنها التحديات الاقتصادية لكن في تقديري انا دائما التعامل مع المفاهيم دي ما يلزم يكون بطريقة حاضرة مفهوم الاقتصاد الحرب يعني مفهوم شو معناها اقتصاد الحرب هو مفهوم عند الاقتصاديين معروف اقتصاد الحرب هو في ظروف اللي توصل لها البلدان مش نعطي انه في ظروف اللي توصل لها بعض البلدان اللي الطاقة الانتاجية متاحها الكل توجهها لفوردوغار يعني لمجهود الحرب المرحلة هذه عرفتها عديد البلدان مش نعطيكم مثال باش الواحد يفهم مش نية مثلا في يعني في الحرب العالمية الثانية مثلا جات فترة اللي القوات النازية واقتلها يعني القوات المعسكر الغربي المعسكر بقيادة أمريكا وبريطانيا وزادة كذلك الاتحاد السوفياتي في تلك الفترة بدأوا ياخذوا في الغلبة وجهت تقريبا كل اقتصاد للحرب أعطي مثال على ذلك المثال أنه يعني الشركات اللي كانت تهتم يعني بصناعة السيارات صناعة السيارات وجهت انتاج متاحها للدبابات والمعدات العسكرية هو في فرنسا مثلا نعرف يعني سيتروان ومؤسسات كبيرة اللي كانت في فترة ووقعت توجيهها وعرفت بعد انتصار معناها القوات يعني القوات الفرنسية والقوات البريطانية حتى يعني هل القرار هذا بتوجيه يعني المصانع متاحها لمجهود الحرب الألماني يعني عرفت معها عديد صعوبات وحتى الدولة يعني عملت ناسيوناليزاون وفتكت الشركات هذه إذن هو اقتصاد الحرب هو في فترة معينة نظرا للتحديات الأمنية والعسكرية يقع توجيه كل مجهود الدولة وكل مجهود الاقتصادي للحرب أعتقد أنه هذا يعني تونس لم تصل لهذه المرحلة أحنا يعني هناك تحدي إرهابي تحدي لازم يعني الحكومات الكل تعدت معاه بكثير من الجدية بتوجيه عديد يعني توجيه عديد الاستثمارات وحتى عديد يعني أبواب في المالية العمومية يعني المساهمة في تقويت قدراتنا العسكرية لكن لا يمكن في تقديري الحديث على اقتصاد حرب التحدي هذا بدأ يعني من 2013 وسابق معنا لبعض السنوات لكن في نفس الوقت أعتقد نسبة كبيرة من ميزانية الدولة من مجهود متاعنا موجه للاستثمار وضروري أن يتواصل للرد على التحدي الهام التحدي الثاني الهام اللي هو التحدي الاجتماعي والتحدي الاقتصادي اليوم نسمع مصطلح آخر وهو حالة طوارئ اقتصادية وهذا مقترح ورأي لاتحاد صناعة وتجارة والصناعات التقليدية ما معنى أيضا حالة طوارئ اقتصادية والله هو أنا سمعته المقترح أعتقد هو للإشارة للإشارة إلى طبعا صعوبة الظرف الاقتصاد يعني أنتم ما شرتوا بكري يعني أنه نسبة النمو اليوم لن تتجاوز تقريبا 0.8% وهذا بطبيعة الحال يعني نسبة ضعيفة ونسبة ساهم فيها بصفة أهمة وبصفة أساسية يعني النتائج الممتازة للقطاع الفلاحي في سنة 2015 وبصفة خاصة يعني قطاعين في القطاع الفلاحي اللي هو القطاع زيت الزيتون وقطاع التومور والدقلة هذهم يعني القطاعين اللي ساهموا أعتقد التحدي الاقتصادي في رأي التحدي هام وأساسي وأعتقد لفهم هذا التحدي لابد زادة كيف كيف نرجع حتى للمفاهيم انتم ما جبتوها في الساعة لولا حول مثلا التشغيل والهشاشة هشاشة سميتوها هشاشة الوضع الاقتصادي في تونس هشاشة الوضع الاقتصادي والأزمات تختلف من أزمة الأزمة واختلاف الأزمات يعني يخلي الردود عليها أو السياسات اللي يجب اتباحها تختلف ثم على قل يعني في تحليل الأزمات الاقتصادية يعني ثم الأزمات هي كل أمراض يعني عفانا وعفاكم الله يعني كل الأمراض عندها اختلافات وبالتالي الرد عليها يختلف الأزمة اللي تمر بها تونس اليوم هي أزمة ما يسمى أو مواصلة ما نسميوه الاقتصادين من ناحية التقنية ويعذروني لخيان المستمعين هي ما يسمى بالدفلاسيون دفلاسيون 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 هشنية دفلاسيون هذية والتي تختلف زادة على مصطلح ثاني بتاع تحديد أزمات اللي مثلا استاكفلاسيون استاكفلاسيون اللي عرفناها ممكن في السنتين الأولتين يعني بعد الثورة اللي هي نسبة تضخم كبيرة ونسبة نمو محدودة وهذه أساسا الرد عليها يكون من خلال يعني الضغط على السياسة المالية باش يعني ما تطورش مسألة التضخم اليوم الظرف يختلف أنا أعتقد فيها مثلا يعني التحديات الانكيماشية يعني دفلاسيون كبيرة ما هي التحديات الانكيماشية هي أولا هبوط يعني في الانتاج 0.8% البطالة تبقى بمستوات عالية يعني تقريبا حكينا بها يعني ثم أكثر من 600.000 يعني أكثر من 15% نسبة البطالة متاع أصحاب الشهائد عالية ونسبة التضخم نسبة التضخم يعني في الهبوط في تراجع هذه سمات متاع وضعية أو نوع معين من الأزمات الاقتصادية واللي يطلب حلول تختلف على حلول الأزمات الأخرى يعني هذا هذا يعني عدم ثقة وضع متاع عدم ثقة ممكن ضبابية الرؤية اللي يخلي اللي عنده استثمار يأجله ولا عنده برنامج متاع استهلاك يأجله هذه إذن الوضعية أو خصوصيات المرحلة الاقتصادية أو واقع الانكماش اللي تعرفوا الاقتصاد متاعنا واللي يطلب بطبيعة الحال كما شاروا لخيان في التحاد الصناعة والتجارة وكما شاروا حتى عديد الخبراء تقريبا يعني رد يعني فيجورو وتموح من ناحية سياسة الاقتصادية يعني الخروج من واقع التريث والانتظار ولي أعطاء أكثر أمل وإعطاء أكثر فرصة يعني من أجل عودة شكون يعطي الأمل اليوم مواتيني تائل ووين نتائل معناه اليوم كي أنا عندي بلادي في الوضعية هذه هناك السياسات للحكومة ممكن فماش إجراءات معناها مختلفة أو صادمة أو كذا جديدة تنجم تفتح أفاق أو تخلي الرؤية أوضح ولا كذا اليوم هذا هو الواقع اليوم أنا اليوم كمستثمر تونسي معناها يقول تونسي يقول لماذا المستثمرين ميجزفوش اليوم في تونس شو ليمنحهم من هذا والله يشوف أبو بكر هذه يعني حالة التريث والانتظار عند الاستثمار عند المستثمرين هي حالات معروفة يعني مهيش حالة خاصة بش نرجع بش نرد على السؤال متاعك لكن حالات معروفة يعني ما نتصوروش أنها خصوصية تونسية يعني هذه مثلا نعطيه الأزمات الأزمة الأخيرة يعني 2008 و2009 أزمة المالية العالمية في أهم البلدان الاقتصادية مثلا في الولايات التحت الأمريكية في أوروبا يعني عرفت نفس الحالة متاع التريث متاع انتظار لأنه الاستثمار هو مغامرة الاستثمار هو مغامرة ومغامرة تطلب يعني على قل من الذي سيغامر يعني وضوح متاع رؤية تطلب وضوح متاع يعني أفاق الاستثمار هذه لما الأفاق هذه تكون غير موجودة ولما يعني المغامرة تصبح يعني العواقب متاحها مش مضمونة وقتها يوقع التراجع والتريث متاع الاستثمار في الفترات هذه سيحكيم سيحكيم بن حمود أحدثني أنا اليوم شنو واللي مش واضح في الرؤية اليوم مش واضح أنا أعتقد هذه مسألة الإرهاب وبصفة خاصة أعتقد أنه يعني في مثلا القوانين متاع الاستثمار يعني متى سيتم مصادقة على مجلة الاستثمارات ما هي الامتيازات التي ستكون فيها يعني عديد الأشياء عديد الأشياء اللي تخلي يعني مثلا وضعية العملة يعني عديد المسائل الاقتصادية اللي تخلي يعني إمكانية الإكسبورتاشون يعني المعاليم على الشركات المصدرة يعني عديد الأشياء اللي تخلي هناك التململ أنا في تقديري في المسائل هذه المسائل هذه رأي الخروج هي حلقة مفرقة أنا ما نستثمرش أنا ما نستثمرش لأنه ننتظر يعني ممكن ظروف أحسن المستهلك ماستهلكش لأنه شاف يعني هبوط الأسعار وتراجع في الأسعار ويقول لك إذا كان مش نستهلك غدوة ممكن الأسعار بشيكون أقل يعني ندخل في حلقة مفرغة والعملية والحل من الحلول للخروج من هذه الحلقة المفرغة هي سياسة الاقتصادية سياسة الاقتصادية سياسة المالية البنك المركزي قام منذ مدة بالتنقيس يعني في النسب الفائدة ليعطاها دفع يعني عموية وليلزم تدفع يعني القيام بأشغال كبرى القيام يعني بمشاريع كبرى اللي تخليها ممكن تدفع وتشجع المستثمر الخاص للخروج من واقع التريث من واقع الانتظار اللي مر به الآن إذا كان نعرف أن منذكر مليح عطيونا البيبي وقيل أنا ذاك حتى من عدة أطراف اجتماعية وطراف اجتماعية على جثتي كان يتعدى وتعدى البيبي وتعدى البيبي يمكن بقى ينقص في بعض النصوص التطبيقية اليوم مجال الاستثمار نوقشت بين الأحزاب الحكومة الأحزاب ثم المنظمات وذولي حتى اليوم أصبحت جاهزة للمصادقة من بعض الاختلافات الطفيفة اليوم قلوا وممكن حتى منويل التنمية أو استراتيجية الاستثمار التنمية لـ 2016-2020 تقريبا جل الناس عند عليها فكرة معناها علش اليوم نقولوا لا اليوم أنا عندي فهم إرهاب الرؤية غير واضح وقتلش شوف الإرهاب هذي الإرهاب ليش ما يوفيش لعشرة سنين مش نقعد ومكتفين دينا اليوم المشكلة فين وين بالضبط في أنا كما أنت قلت في حلقة مفرغة هالحلقة المفرغة هذي شكوني شكرا أبو بكر أنا أعتقد الشرطي لو منتي إصلاحات هامة مسألة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص هي مسألة هامة لسبب بسيط أنه لا يمكن أن نتصور اليوم أنه بلادنا عندها حاجات كبيرة من ناحية الاستثمارات على عديد المستويات وخاصة مسألة البنية الأساسية ولا يمكن لميزانية الدولة أن تقوم وأن تكون قادرة وحدة على القيام بهذه الاستثمارات استثمارات كبيرة فك عزلة المناطق الداخلية من ناحية البنية الأساسية تطلب استثمارات كبيرة وأعتقد الموافقة على قانون القطاع الخاص والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام هي نقطة هامة من أجل تعزيز الاستثمار العمومي باستثمار خاص في بعض هذه القطاعات كذلك مجالة الاستثمار أعتقد في الموافقة عليها بسي تكون مسألة هام وتطور هام اللي بشي راي الحلقة أو تنقصها يعني مشروع هام وطموح لبعض المشاريع الكبرى مشاريع الكبرى اللي واعتقد هدايا كان حديث منذ تقريباً لأحنا كنا في الحكومة لليوم مشاريع الكبرى أنا أشرت مرة يعني عاونت أو كونسيي يعني بعض الحكومات يعني في تحديد مشاريع الكبرى الفرق الندوة الكبرى حول الاستثمارات اللي عملتها مصر مثلاً الشقيقة مصر في شرم الشيخ في فيفري اللي فات واللي شخصين احضرتها بعد خروجها وبداية مارس بعد خروجي من الحكومة أعتقد كانت مسألة هامة لأنه الحكومة تقدمت بتقريباً 150 مليار دولار منتع مشاريع الكبرى اللي من ضمنها حتى بناء عاصمة جديدة هذه أعتقد أنه لحد الآن احنا ضروري أن نمر إلى ضبط برنامج تموح والمشاريع الكبرى راي ميش مستشفى في الجهة الفلانية ولا مستشفى في الجهة الفلانية المسائل هذه هامة البنية الأساسية من ناحية الصحية هامة في المستشفيات في المدارس لكن المشاريع الكبرى اللي من ضمنها ينجم يكون مطار يعني جديد يعني لتمصل العاصمة ينجم يكون يعني مثلاً نحكي مع بعض لخيان يعني التوسيع في القدرات الابرات متاعنا يعني في الموانئ متاعنا اللي الموانئ متاعنا اليوم لا تستجيب وهذه مشاريع كبرى وينجم القطاع الخاص يساهم فيها مثلاً واد مجدة أو تهيئة واد مجدة هذا ينجم يكون مشروع كبير إذن هذه جملة مشاريع كبرى اللي ضروري أنه الحكومة مع مكاتب دراسات تونسية تضبط برنامج طموح هام للمشاريع الكبرى واللي هذا بش يدفع الاستثمار الخاص ويدفع الاستثمار العمومي ويخلينا نخرج من الحلقة المفرغة متاع يعني التريث والانتظار ويدفع بالنمو في بلادنا والنمو والتشغيل في حكومتكم تم أحداث صندوق مكافحة الإرهاب صحيح صحيح تم أحداثه في قانون المالية تم أحداثه في قانون المالية في 2014 وتم تفعيله بركان علينا في ديسمبر 2015 هو أبو بكر خنذكرك سيحاكي من حمود وقته أنه سيد رئيس الحكومة سي مهدي جمع كان يدعو إلى التبرع لفيد هذا الصندوق وكذا وصندوق فعالين مش موجود لا هو أبو بكر صندوق توجد في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وقته وهذا مقترح يعني للأمانة تقدموا به بعض النواب ما تقدمتش به تقدموا به بعض النواب في تلك الفترة ووقعت الموافقة عليها أعتقد من الجلسة العامة وتم إيجاده في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ووقعت الدعوة يعني للمواطنين للتبرع يعني من أجل دعم مجهودات الحكومة ما تم تفعيله الصندوق لا تم تفعيله يعني توجد صندوق والبارح أعتقد تعتاه حتى الرقم الرقم تعتاه في ديسمبر 2015 المهم أنه الصندوق هذا يوقع إيجاده في قانون المالية التكميلي وأعتقد وقع تفعيله ومن أقبله عنه حتى الرقم ممكن المأخذ أنه ما تمش يعني الأعلان عليه هو القيام بحملة دعائية على الصندوق لكن هو تم إيجاده لا جانب رأه لا تم تفعيله تم تفعيله من بعد يا حكيم تم تفعيله في ديسمبر 2015 وقت ريس الحكومة بعد ضربة المحامد الخامس بعد العملية الارهابية محامد الخامس وقتها صارت مطالبة بتفعيل الصندوق ورس الحكومة قال سنعجلوا في تفعيله وتم تفعيله في ديسمبر وعلن الرقم 493 ألف اللي منعش كانت برعت فيه ونا ما زلت ونتي كنت في الخارج معنى منعش كانت برعت لا لا أنا ما زلت ما تبرعتش لكن مش انتبرع يعني بيوم عمل لا حتى أكثر من يوم عمل برك الله وفيك سنعجلوا في صندوق هذا والإشكالية اليوم أنه اليوم الدعوة اكتفى بدعوة المواطنين للتبرع تلقائين هالثنين خلينا فيه 24-25 ألف دينار اليوم منعش قديش فيه بالإضافة لـ 5 مليون دينار اللي حدثتهم من الدولة تجاوب المواطنين وكل ما كانش بسرعة الكافية شنو الحل شكراً والايا أنا سمعت سيد سليم شيكر وزير المالية في النداء اللي عمله نهارة الاثنين وأعتقد مسألة هامة أنه لحد الآن أنه الصندوق هذا ما فيه كان 25 ألف بطبيعة الحال 25 ألف دينار لحد الآن وأعتقد لابد من الدعوة لتفعيل ودعوة المواطنين والتعريف أكثر بهذا الصندوق يعني من أجل المساهمة تكون أكبر لكن أنا في تقدير يعني تجربتنا مع الصناديق هذه الصناديق اللي تخلقت بعض الثورة الكل ولوخيان في وزارة المالية هما بتبعت الحال أنه إيجاد الصناديق هذه يوقع في إطار قوانين المالية أو قانون خاص التجربة ورات أنه يعني الصناديق اللي تعتمد على المساهمات التلقائية التلقائية كلها فارغة سيد سيحتي والله الوزير الصناديق المالية أي أحنا أبو بكر مثلا وقوع في 2013 اقتراح يعني المساهمة بيوم عمل من أجل يعني دعم الميزانية الدولة لكن الصندوق هذا يبقى فارغ يعني جاءت فيه مساهمات بسيطة وغير وغير كافية ومحدودة يعني هناك صحيح يعني فارغ بين استعداد التوانسة للوقوف إلى جانب الجيش الوطني ولي جانب الوطن متاعنا ولي جانب قوات الأمن وشفنا حتى في المظاهرات معناها وشفنا حتى في مظاهرات الأخر وشفنا حتى معناها أشياء اللي ممكن تقع كانت في تونس أنه معناها الجنود متاعنا في الواجهة ويعني والشباب وراهم معناها أضرب من هنا واظرب من هنا المهم لكن هذا يعني لا يعني إلا في بعض الأحيان وأعتقد ممكن نقطة للخروج باعتبار أن الإجراءات التي تم الإعلان عليها إجراءاتها مثلاً 40 ألف دينار لكل شهيد يعني لابد من تمويلها وخاصة في الظروف هذه الصعيبة أنا أعتقد أنه ممكن حل من الحلول للخروج من هذه الوضعية هذه هي اقتطاع يعني يوم أو يومي عمل موجهة أساساً للصندوق هذا أنا سألت سيد وزير المالية قال يره هذا لازم يكون في قانون المالية التكملي مثلاً سأشوف يعني إيجاد صناديق يمر عبدالقانون المالية لكن أعتقد تمويل يعني ممكن يكون أمر من رئيس الحكومة باقتطاع يوم عمل من الحكومة وهذا نحب نأكد على حاجة مبكر هو أعتقد تم الأعلان الأسبوع هذا والأسبوع اللي فات أنه كل عضو في الحكومة بشي تبرع بيوم عمل أعتقد يوم عمل على كل على كل الموظفية الدولة وحتى الموظفية القطاع الخاص يعني مسألة ممكن تساهم في هذا العمل نحب نشير الحاجة أنه هذا يعني المطلب هذا هالاقتطاع متاع يوم عمل يعني بشي جي في ظروف اللي ممكن يلقى موسانده إحنا شفنا نقابات نقاب تعليم الثانوية مثلاً هي بطريقة يعني تلقائية أعلنت استعدادها للتبرع بيوم عمل اللي ينقص تقريباً من والحاجة الثانية أنه هناك يعني تقريباً بعد عملية بن جردان تقريباً تجند كل التونسيين من أجل الوقوفي لجانب القوات الأمنة أنا نحب نسألهوني كل ما يتعلق الأمر بأنه فهم نقص في الميزانية والمواطنين يسهمون ذاكروا مليح 1% و2% و3% مشهرية 2014-2015 اليوم تمويل صندوق معنيها الموظف هو السهل هو لو لا يجي نقطة عوله معنيها الريفليكس لو المتاع اليحكم عندي حاجة نقطة عام منها وقت اليوم عدد الموظفين زوز ملايين وثمانية مية والزوز ملايين وسبعة مية في القطاع العام والخاص وعدد الناشتين اليوم في تونس هما أربعة ملايين واش سيحكين بن حمودة دونك علش أنا كموظف فقط أنا نساهم أوكي أنا نساهم أنا موظف مستعد نساهم أما نحب زادة السيدة ذاك اللي الدولة ما يشترا فيه زادة هو يساهم وربما يتكون عنده قدرة على المساهم أكثر منيانا صحيح هو بكر بش نوضح أنه الاقتطاع لما يتم ما يتمش كان على الموظفين أحنا في 2014 كانت تذكروا أثارت عديد أحنا وعملنا اقتطاع وصل حتى لستة أيام عمل باعتبار الظروف الصعيبة اللي كانت تمر بها المالية العمومية ولحد الآن يعني المالية العمومية في تونس عندها يعني تحديات كبيرة ويعني وضروري متابعتها بدقة لكن هذا ما اقتصرش لا على الموظفين في القطاع العمومي والقطاع الحاص حتى المساهمات حتى المؤسسات عفوا ساهمت فيه يعني كانت اقتطاع لكل الفاعلين والناشطين الاقتصاديين واللي وفر يعني عفوا وفر إمكانيات العدار والخذار والززار والنجار والترزي والفلاح والكل شاركة ناس كل شاركة وهذا وزارة المالية وخاصة إدارة الأداءات والمحامي والطبيب والكلهم ناس كل شاركة باعتبار أنه يعني ثم طريقة معينة لأخذ التبردات رعات هذه أو أخذ الاقتطاع هذية من عند الناس اللي معندهش شهيري يعني الناس اللي يعني في يعني في أدائها في الأداءات متاحة يعني يوقع ثمت من ناحية التقنية يعني إدارة الأداءات تقوم بالعمل هذية وقامت به لما كنا أحنا في الحكومة وفر هذية في 2014 وفر تقريبا 360 مليون يعني دينار لميزانية الدولة أعتقد اليوم هذا ينجم يوم اقتطاع ينجم يكون مقترح إذا إن شاء الله احنا نتمنى مع الواحد ما يوصلش للأقتطاع إن شاء الله أنه الدعوة التي توجهت نهار الاثنين من هنا وتوجهها السيد وزير المالية يوم وطني مثلا يوم وطني إن شاء الله يعني مع التالزة الوطنية والإيهار الوطنية كيف كيف يعملوا بشيكون الويكيند هذا الهجي بشيكون فما تلتان أيضا إن شاء الله إن شاء الله هذه إن شاء الله هذه المناسبات وعمل الإعلاني والتوعية يساهم في تدعيم يعني صندوق هذا وفي دعمه وهذا أعتقد أقل شيء يعني نجمق به وخاصة يعني يساهم في حمل يعني التنقيس العب على المالية العمومية يعني في الأخر بعين الاعتبار هل يعني الوقوف إلى جانب الشهداء وإلى جانب عائلاتهم سيد حاكم بن حمود أوزير المالية السابق هل أنت عضو في الثينك تانك متاع سيد مهدي جمع لا لست في إدارة الثينك تانك هل في مشروع سياسي لسيد مهدي جمع أنا في بالي سيد مهدي جمع عنده معدوش مشروع سياسي على في بالي به إذا كان عندك فكرة أخرى أنا في بالي يعني قابل التتطور لمشروع سياسي هذا أسلسي مهدي جمع عليه أعتقد أنت كنت من أكثر المقربين لسيد مهدي جمعة في الحكومة لا لسيد مهدي جمعة أنا كنت وزير الاقتصاد والمالية في حكوم سيد مهدي جمعة سيد مهدي جمعة بقنا بعلاقة صداقة وخيان لكن هذا مشروع ثينك تانك يعني مشروع للقيام بقراءات وبناء مشروع فيه بعض زملائنا بعض زملائي اللي كانوا معايا في الحكومة لكن زادة مفتوحة على بعض الخبرات الأخرى وزير مالية أغلب عضا حكومته موجودين معا في هذا الفريق عدد على لقاء لا ثم عدد هام وزير الاقتصاد والمالية اللي كان معا في حكومة ومش موجود معا لا ثم عدد هام من الوزراء موجودين والدعوة توجهت لكل الوزراء ولكنك رفضت لا لا الدعوة توجهت لكل الوزراء مع طلب أنه شكون الناس اللي يعني عندهم وقت عندما ترفضت لا لا ما رفضتش الناس شكون عندهم وقت لا ما عندكش وقت لا يعني أنا مش موجود في تونس ونسافر وعلى عموم تسيب مهدي جمعة يسافر سيحك نتمنى إلى جانب الأخرين الإفادة وتقديم الإضافة يعني بناء بدائل وبناء مشاريع غير معني بأي مشروع سياسي في المشاريع السياسية أنا مع احترامي لكل أحزاب سياسية والعمل الكبير اللي تقوم به أنا كنت معروف من اللي كنت في الجامعة بأنه موجود مستقل لم أنتمي لأي من الأحزاب السياسية لا في السابق لا الآن لا قبل ولكن يعني أعتقد أنه عمل الأحزاب السياسية هام ولا بد من دعمه في صورة ميذاء يلزم دعمه لأنها في الديمقراطيات الحديثة وفي الديمقراطيات بصفة عامة دور الأحزاب هو دور هام لتعبيئة الناس لبناء المشاريع لحكم الدول الشخصيات الناجحة عادة وغير الوصولية ممكن ولا تقاها بعيدة على الأحزاب تكون كفاءات هي ممتقهش اليوم فمعوزوف على أنها تنخرط في الأحزاب لا ثم عديد شخصيات موجودة في أحزاب عديد شخصيات الكبيرة أنت تشوف الأحزاب كسوسوات تحالف رباعي الحاكم والأحزاب اللي خارج التحالف يعني هناك شخصيات كبيرة وزارة سابقين المثقفين يعني موجودين هي مسألة أعتقد أبو بكر هي مسألة خيار معناها شخصي أنا شخصيا ما نحبش نحط روحي في الوضع هذا ما نجمش ندخل في حزب ما ندخلش معه ما نيش مستعد للعرك السياسي ونجار السياسي ولكذا صحيح فيه جانب كبير يعني العملية اليوم ماش نضيفة بال لا لا ولاي مش مسألة نظافة يعني ثم أبو بكر أنا شخصيا يعني هي مسألة جهد وجهد أنا نخير دايما نحطه فيه يعني في البحث في الكتابة في التفكير وطبعا هو جهد يساهم إلى جانب جهد الأحزاب السياسية في العمل السياسي المباشر يعني فيه كتاب يعني فيه بناء أنا ملتزم بحاجة وأنجاجية في حاجة هو نجاح تجربة ديمقراطية في بلادنا وأعتقد كيما كنا في الثورات ديمقراطية كيما أعطينا المثل أعتقد أنه في نجاح تجربتنا الديمقراطية ستكون مثل لا فقط لتونس لكن حتى للبلدان العربية كلها سيد حكيم بن حمودة كتاب عن تجربتك في الحكومة صدر والله يبش يصدر بعد إن شاء الله يعني يعني إن شاء الله هو كمل كمل وعنده ناشر اليوم الناشر العربي وناشر الفرنسي وإن شاء الله يعني بالنسختين ما نامشي أي يبش يخرج في نفس الوقت باللغة العربية وباللغة الفرنسية وإن شاء الله شو عنوانه؟ والله لحد الآن العنوان البرلمينار يعني الأولي الأولي مذكرات وزير في حكومة انتقالية بطبيعة الحال أقل يحب يلوج على سكوبرا ومش يلقاه فيه لأنه الكتاب هذا بساسا عملية تفكير وعملية يعني ما هي التحديات المرحلة الانتقالية وكيفاش تعاملت معها بكل زداء سمحني سيحاكيم بلغني بلغني من بعض المسربين وكذا أنه في إطار الحديث عن كيف نخرج من الأزمة وكذا فما ركن أو هناك صفحة على الأقل يام الكربول مثلا لا لا مش صح لا لا طيحت هسيحاكيم لا 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 أحكيت على كل أصدقائي لا لا أحكيت على كل زملائي في الحكومة من ضمنهم سيد رئيس الحكومة سيد مهدي جمعة ومن ضمنهم الأصدقاء ولا زملائي والآن صاروا أصدقاء في الحكومة أحكيت على مقابلات كورة القدم متع الحكومة أتباً ما أحكيتش على شخص معين يعني لأنه كيما قلت مثلا ما كانتش تهتم بالأشخاص بقدر مكانت الاهتمام بالتجربة لحكومتكم أمال كربول لفريق هذك اللي يخدم معكم لا أعتقد أمال كربول حاولت ككل الفريق يعني حاولت تخدم صورة خارج يعني تخدم قامت بعمل كبير طبعا إلى ككل الوزراء لكن أنا منهم اللول لم نكن معصومين من الخطأ لكن حاولنا أعتقد أمال كربول كما كل فريق الحكوم يعني العمل بكل جهد من أجل إنجاح تجربة ديمقراط تجربة الانتقالية وأعتقد في نجاح الانتخابات كان نجاح لهذه التجربة شكرا سيد حكيم بن حمود